بسم الله الرحمن الرحيم نواصل دروسنا عن مقرر تنظيم حاسبات واحد ما زلنا في الباب الأول نتحدث في هذا الدرس عن التطور التكنولوجي ونقصد به التطور الذي حدث في الدوائر المتكاملة وتختصر بالإي سيز الدوائر المتكاملة كيف يقاص التطور الذي حدث في الدوائر المتكاملة يقاص بشيء يسمى Scale of Integration درجة التكامل وتختصر بSI Scale of Integration وماذا يعني Scale of Integration هو عدد الدوائر أو الأجهزة التي يمكن تنفيذها على شريحة واحد The number of devices per chip الجدول الذي أمامنا يوضح درجات تكامل مختلفة والتغنيات المستخدمة لكل درجة وعدد الأجهزة أو الدوائر التي يمكن تنفيذها على الشريحة عند تلك الدرجة من التكامل وما هي الوظائف أو الأغراض المستخدمة لهذه الشرائر تتراوح درجات التكامل من Small Scale Integration أو SSI ثم متوسط Medium Scale Integration ثم عالي Large Scale Integration ثم عالي جداً Very Large Scale Integration وأخيراً درجة تكامل الرقائق أو Weaver Scale Integration أما التغنيات المستخدمة في هذه الدوائر المتكاملة فبدأت بتغنية ثنائي القطبية Bipolar ثم تغنية معدن أكسيد أشباه الموصلات أو Metal Oxide Semiconductor وتختصر بMOS أو MOS ثم تغنية متمم معدن أكسيد أشباه الموصلات أو Complementary Metal Oxide Semiconductor وتختصر بCMOS ونجدها في الدرجات الأخيرة ونستعرض الآن هذه الدرجات فنقول بالنسبة لدرجة SSI Small Scale Integration أنها كانت تستخدم تغنية Bipolar وتراوحة عدد الدوائر أو الأجهزة في الشريحة الواحدة بين 10 و 20 وهذا نجده في شرائح البوابات المنطقية وشرائح الفيليب فلوبس FF اختصار لفيليب فلوبس أما درجة Medium Scale Integration MSI فكانت تستخدم تغنية الموس وزاد عدد الأجهزة في الشريحة الواحدة ليكون بين 50 و 100 وهذا ما نجده في شرائح الأدرس المجمعات أو الكاونترس العدادات ودرجة LSI Large Scale Integration أيضا تستخدم تغنية الموس وزاد فيها عدد الأجهزة في الشريحة الواحدة ليكون بين 100 جهاز و 10 ألف جهاز وهذا نجده في شرائح الرام والروم في الحاسبات ودرجة VLSI Very Large Scale Integration تستخدم تغنية الموس وزاد عدد الأجهزة في الشريحة الواحدة ليكون بين 10 ألف و 5 مليون وهذا نجده في المعالجات Processors أما درجة الرقائق الweaver Scale Integration فأيضا تستخدم تكنولوجيا أو تغنية الموس وزاد عدد الأجهزة في هذه الشريحة ليكون أكثر من 5 مليون جهاز وهذا ما نجده في معالجات الإشارات الرقمية أو Digital Signal Processors إذن وضح لنا الآن لماذا صغر حجم الحاسب وتحسن أداؤه ومميزاته بفضل التطور التكنولوجي الذي حدث في الدوائر المتكاملة وإلى الدرس القادم